بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بجمهورية روسيا للتحادية ميخايل ميشوستين أنه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بذكرى يوم النصر وأثنى دولة رئيس الوزراء في برقيته على مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين اليمن وروسيا والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات مثمنا المواقف الروسية الداعمة للشرعية اليمنية وما تبديه من حرص على تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن وأقدم رئيس الوزراء خالص التهاني للقيادة والحكومة والشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة وتمنيته الطيبة أن تعود على الأصدقاء بجمهورية روسيا الاتحادية وقد تحقق لهم كل ما يطمحون إليه من إنجازات ورخاء وتقدم اشتركوا في القناة